اهلين وسهلين اليوم طبقنا رز بالفول الاخضر وتوقع كلكم تستغربون كيف رز بالفول الاخضر وانا قلت بالاستجرام احنا قليل ما ندخل فول الاخضر بطبقنا وخصوص خليجيا فان شاء الله بعد هذا الوصفة بتستخدمونا اكثر ولا تحكمون لنجربون واذا جربتم اكتبوا تحت في التعليقات تجربتكم وانطبعكم عن هذا الطبق هذا الاكل معروف انها شتهية وتستخدم تعمل غالبا باللحم فاشان تعرفون الطريقة والمقادير تابعوا الاخر فيديو اول شي نصب زيت بالقدر ما حبتين بصل من قطع ناعم وثوم مبهارات فلفل اسود وملعقة كبيرة كركم وملح بعدين نضيف نصف كوب شبت مفروم ونستمر في التقليب شوي وبعدها نضيف كوب ونصف والاخضر مجمد انا ما حصل الطازج لانه موسمة فاضطريت احطا مجمد ونقلب الخليط على النار حتى تنتزج المكوينات وممكن نضيف معا شوية حمص مسلوك حسب باكم ونصب عليه مرق دجاج او لحم انتوا سلقينه من قبل ومصفيينه وهذا الطبقة اساسا مسوية كما قلت في البداية انها اساسا باللحم فنصب عليه موية ونغطيه يأخذ تقريبا 10 دقائق حتى يقرب يستوي بعدين نضيف كوبين رز قصيرة الحبة وباسمتي مغسول ومنقوم في الفلفل حار ونترك يغليه ثلاث دقائق على نار عالية ثم نهدي على النار حتى يستوي وبالاخير نزينا بالبصل المقلي والسنوبر ويقدم معا سلطة زبادي بالخيار اذا حبيتو وبالعافية اشتركوا في القناة